تفقدت لجنة من وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأرقان العامة الخميس أحوال قوات الجيش في اللواء الأول قوات خاصة في محمر حارط بمحافظة حجة واطلعت اللجنة على مستوى السيرة العملية القتالية والجائزية المعنوية التي يتمتع بها منتسب اللواء والموقف العملياتي والميداني في المناطق الواقعة ضمن نطاق انتشار اللواء وتعرفت اللجنة العسكرية على سيرة الأعمال الإدارية والقتالية التي ينفذها اللواء والمهام الموقلة إليه ضمن معركة مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية ومجروعها الفارسي